وجه نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواعي دروس الزبيدي وجه وزارة الصناعة والتجارة بسرعة إيجاد آلية توفقية عادلة لضبط تكاليف إنتاج أرغفة الخبز تضمن استقرار أسعاره بما يتلاء مع القدرة الشرائية للمواطنين جاء ذلك لدى لقائه نائب وزير الصناعة والتجارة السالم الوالي حيث استمع منه إلى شرح مفصل حول حيثيات الإضراب الذي نفده ملاك الأفران والمخابز وما توصلت إليه الوزارة من تفاهمات أولية مع جمعية المخابز والأفران لتعليق الإضراب والعودة لممارسة نشاطها في بيع الروتي والرغيفة وشدد اللواء الزبيدي على ضرورة اطلاع الوزارة بدورها في متابعة الحالة التموينية ومدى توافر السلع الأساسية وبدائلها في السوق المحلي في ظل استمرار التصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب ومنع أعمال الغشة التجاري والاحتكار اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه أي مخالفات